دي دي اجيال كويسة طالع. اللي هي الاجيال للشباب دلوقتي. الاجيال للصغيرة. اه. بحتاج الاهتمام. يعني محتاجة مدرب كويس. محتاجة مدرب عنده خبرات. مش محتاجة مدرب مبطل لسه وتمسكه المنتخب. خلي بالك ده غلط. يعني غلط ان انت تجيبه واحد لسه مبطل وتروح ممسكه منتخب. بالعكس انت جيب للصغرين دول الناس اللي عندها خبرات اللي اتعاملوا مع الناشيين فترات طويلة واشتغلوا وعارفوا. بس اللي في رأي تاني في قصة المنتخبات دي يا كابتن امارة. يقولك لا ما تجيب حد شاب مطلع متطور. ما انا بخلمك في حتة لا. يعني ايه. طريق مدرب بقاله يعني طبعا انا انا مش ازاي طريق في التدريب. اه. طريق اه. طريق اشتغل في التدريب. ما احنا بالنسب انا دلوقتي كابتن طريق مصطفى مدرب شاب. بالمعايير بتاعتنا في لا لا طريق اشتغل. طريق اشتغل. اه. يعني طريق اشتغل. فياريت هو اللي اشتغل طبعا. انا بقولك طريق اشتغل. اه. انا بكلمك في ايه ان انت ممكن النهاردة واحد يبطل. وعندنا نمازج كتير بس مش عايز اقول اسماء. اه. وتروح جايب ومدخلوك في منتخب الصغيرين. اه. المرة اصدر المجاملات يعني. اه. انا بكلمك في ايه ان جامل بس بس يبقى عنده. عنده يعني. عنده خبرات اللي انت تجامله. او ان هو مسلا يستحق ان هو يبقى موجود. فبالتالي انت بتزقه. انما النهاردة. هجيب واحد لسه مبطل. وتمسكه ولد صغير. محتاج لسه يتعامل معاه زهنيا وبدنيا ونفسيا. هو ما عندهش خبرات اللي هو يتعامل بيها مع مع الولد الصغير. اه. فاقصد اقولك ان ايه. طالما طارق متابع و والاعمار السنية التلت اه اعمار السنية اللي قالهم دول. فيهم حاجات مبشرة. احنا نهتم بيهم من دلوقتي. احنا هنتم بيهم ازاي و احنا عندنا اه لجنة مؤقتة بالدري للاتحاد. اه. او معدناش اتحاد منتخب. ازاي هنهتم بيهم. اه. فبالتالي احنا مش عايزين المواهب دي تبوز. يعني يعني. لما كان عندنا اتحاد منتخب كنا منهتم بيهم? لأ ايا كان. انا بكلمك بقى طول عمرنا ما اه يعني ما مش عايز اقول كده. بس اه. يعني احنا عايزين نحط رجلنا الحلقة اللي فات لما انا كنت معاك. قلتلك ما ينفعش مصر بتاريخها ده. و حجمها ده. ما يبقاش عندها اتحاد كورة منتخب. اه. و قلتلك احنا غيرنا الدستور. و غيرنا رئيس جمهورية. و عملنا كل ده في اه في تلات شهور. اه. فاحنا بقنا دلوقتي من غير من غير رئيس اتحاد الكورة بقنا ده. اه يعني ربنا ربنا يعينه يبقى فيه. فاتمنى ان شاء الله اننا يبقى عندنا اتحاد منتخب. اه. و يبقى فيه اه يعني اللي يستحق يبقى موجود يبقى موجود. اه. يعني يعني يبقى فيه سفيهات تتقدم. و نجيب الاولاد دول احسن ناس يشتغلوا معاهم. اه. عشان يقدروا يفيدوا اه المنتخبات بعد كده.